يعني خلي أتكلم معك بمنتهى الصراحة خلي أبقى متفقين أنا عارف أنه فيه ظروف معاكسة كتير جدا يعني بس أين كان حجم الظروف المعاكس دي يعني لعيبة مجهدة متفق معك أكيد غياب محترفين ما عنديش مانع قلة الفترات اللي تجمع فيها المنتخب أو المساحة اللي تثابت للجهاز الفني مع لعيبة أن هم يستعدوا المشوار التصفيات تقريبا ما كانتش موجودة برضو متفق معك لكن الفارق برضو بين مصر وأنجولا كبير الفارق بأنك أنت تلعب مباراة على أرضك أو على ملعبك وفرقة جاي تلعب مع المنتخب مصر أنا متخيل طبعا هم جايين مع يلعب مع المنتخب مصر على أرضه وبالتأكيد هم حاسين بنوع من العبق أو المعاناة ما يطلع لناش في النهاية السورة أو المشهد أنا مش بقول كده عشان أنتقد أنا بقول كده عشان أصلح للجاي بقول كده عشان خايف على أنه لقدر الله يحصل فيه مطبات صعبة في مشوار التصفيات مصر ما فيش شك خلينا نكون متفاكين أن اللعبة خرجة من دوري صعبة جدا الدوري الموسم ده كان موسم صعبة جدا خاصة على لعبة الأهل والزمالك لعبة ما ريحتش داخل طول المعسكر المنتخب فأكيد هيبقى الناتج في الآخر هو الأداء اللي احنا شفناه في المباراة اللي فاتت لكن بشوف أن الفترة اللي جاية مع المباراة الجابون بكرة ومباراة ليبيا بعضية الأداء هيختلف بشكل كبير خلينا نقول برضو أن الأهم في الآخر المنتخب مصر والجاز فني أكيد هو النتيجة لكن أهم لنا كجمهور هو الأداء والمتعة والنتيجة دايما المشاهد بيبطن معا شوية عادي شوف شكل المنتخب مصر أن فيه أداء وفيه رجولة وفيه نتيجة كويسة وأكيد مش هناخد كل حاجة أنا مش كصة متعة بس يعني أنا المتعة مطلوبة في كرة القدم لكن كمان لما بتقدم مستوى ليه مرضود كويس ده بيطمنك على اللي جاي المنتخب مصر يظهر بشكله أو بصورته الطبيعية على ملعبه يطمنك لما تطلع برة تلعب مع انجولة أو تلعب مع الجابون أو تلعب حتى مع ليبيا أنه أنت عندك قدرة أنك أنت تحسن من المواجهات دي لكن لما تعاني على أرضك قدام انجولة يبقى طبيعي جدا أنت رايح تلعب الجابون أنا كجمهور حاطت إيدي على قلبي بيديك مؤشر قلق للفترة اللي جاية بس أنا بشوف أن اللعبة منتخب مصر يعني عندهم المسئولية ومؤد المسئولية في المباراة الكبيرة منتخب مصر يعني ممكن الفترة اللي جاية إن شاء الله أو من المباراة بكرة نشوف الأداء مختلف جدا ساعات بشوف أن منتخب مصر مع كبت حسان بدري بشوفه ساعات بيقدي برر أحسن ما بيقدي جوه بلده فبتمنى أن الأداء يختلف والأداء يتغير وأكيد اللعبة كبت حسان بدري والجهاز الفني اللعبة بتتفرج على المباراة اللي هما لعبوها وأكيد كل واحد بيصلح من أخطائه وكل واحد عايز يظهر بمظهر كويس وكل واحد خايف على مكانه أنت عندك عناصر كتيرة جدا في منتخب مصر كل واحد مستني دوره إن هو يلعب فكل واحد هيخاف على مكانه عودة صلاح هتفرق جدا زي ما قلت حرك في المباراة بكرة والمباراة اللي جاية فبنتمنى أن بكرة إن شاء الله يكون في مكسر منتخب مصر والأداء يختلف بأحسن من المباراة اللي فاتت عندك رمضان هيغيب بسبب إصابة عندك أكرم خرج من المعسكر بسبب إصابة اتنين عناصر مهمين جدا جدا منتخب مصر خاصة في حالتهم الجيادة في الفترة اللي فاتت فيفرقوا جدا خاصة أكرم توفيق مين بديل يعني طبعا مش حقائم باهر لأنه أو لو حابب تتكلم على باهر محمدي في الناحية اليمين هل ممكن يكون يبقى صعب شوية يبقى صعب شوية صعب أن يلع مطش الجابهون عايز إيه من باك يمين في مطش الجابهون برا أرضك أكيد محتاج النوع يعني باك يمين أو باك أو باك لفت محتاج أن أنت باك لفت أنت عندك عبد الشافي وعندك فتوح أكيد يعني أنت تقفل خطوط كويس جدا أنه هو مطالب من الباك رايت أو باك لفت هو أن أنت تكون مقفل حتتك كويس جدا قبل ما تفكر في الناحية الهجومية وحسب اللعيب اللي أنت بتلعب قدامه أكيد طبعا بتفجي تفرج على فيديوهاتي